الإبل ارتبطت بالصحراء وأهلها كانت سفينة لهم فيها عندما يحتاجون التنقل والسفر كانوا يتعلمون منها القوة والصبر وقت الضجر اكتسبوا منها صفات أهمها الصبر كما حملت منهم صفات أهمها الوفاء والفخر كانت الإبل رفقة للعربي منذ القدم صديقته في الصحاري ويطريبها بشعره انغنى إذا صاح يناديها يجديبها صوته تستجيب لندائه فرحا وسرورا كانت موضع القصير وليس أدل على مكانتها عند العرب من أنها كانت تسمى بالمال فكلمة المال إذا أطلقت في كلام العرب أريد بها الإبل أما إن تحدثنا عن خلقها فمن أعظم من الخالق في وصف عظمة خلقه قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل ليست مجرد دابة ووسيلة نقل بل إرث وتاريخ ورمز وصورة ترجمة نانسي قنقر